مفاجأة صادمة بعد التواصل أيضاً مع مسؤولين في النادي الأهل الأهل يتراجع عن صفقة سيرينيو نجم ساندونس خد مني اللي بقولك عليه ما تدورش وراي ولو جه براهان سيرينيو الأهل يتراجع عنها رسمياً والسبب هو انت جدت طير محمد طير خلاص سيرينيو 30 سنة النادي ساندونس متمسك بـ 3 مليون دولار واللعب مليون دولار هتجيبه 3 سنين بـ 6 مليون دولار فاتورة عالية يعني الموسم بتاعه بـ 40 مليون ما تقوليش ان فرجاني ساسي 36 مليون في السنة النادي الأهلي بيدير منظومته المالية بشكل مختلف عن النادي الزمان مش هيجيب لعيل يديره 2 مليون دولار او يبقى تكلفته على الاهل 2 مليون دولار النادي ياخد مليون وهو يتفاوض على فلوسه 600 ألف 500 ألف دولار كده لكن الأرقام دي ضخمة جدا الأرقام ضخمة جدا في منظومة الأهلي المالية تبوز الدنيا وفي نفس الوقت سنه كبير مش هتستفيد من إعادة البيع والد أزاره 24 سنة جنيور أجيير برضو نفس الفكرة 26 سنة دي رمضان صبحي لسه 23 سنة فانت لما تشتير لعبها صغيرة السن وتعيد بيعها تغير محمد طاهر ما جابش 23 سنة أهلا بك يا سوفيان من الجزائر الشقية وأهلا بك فهنا يبقى احنا قلنا موقف رمضان صبحي ما فيش تحرك موقف سيرينيو الأهلي يتراجع عن شراء سيرينيو جملة وتفصيلا طيب جاكسون موليكا يتم مراقبة الوضع والتواصل ولتخفض الطلبات هو ورد يخلص في أي لحظة يعني نادي الأهلي بالنسبة لجاكسون موليكا مازال في الحسبان سيرينيو لأ خلاص سيرينيو تم قفل الموضوع عليه والأهلي يتراجع عن شراءه نهائيا 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 طيب وأنا بتكلم على ده لازم أتكلم على محمد شريف محمد شريف اللي قاله اللي قاله لمسؤولين نادي امبي ومسؤولين بيرامدز إنه مش حابب يرجع الأهلي بعد صفقة طاهر محمد طاهر خاصة لو الأهلي خلص في رمضان لأنه مش هيلعب لأنه مش هيلعب ماشي فيلر قاله أنه عاوزه وفيلر مش عاوز جيرالدو مش عاوز جيرالدو فمحمد شريف إن بيعاوزه وبرامدز عاوز يشتريه نهائيا أو ياخده عار لو الأهلي هيودي بيرامدز يبقى في صفقة يبقى لأهلي عينه على حد يجيبه عينه على حد يجيبه في بيرامدز الأهلي عينه على مين على إيرك ترابر فمحمد شريف الكلام كيزير حواليه فأنا بقول لك الخلاصة بقول لك الخلاصة وبرامدز عاوز محمد شريف عاوز عمار حمد بالخواجة متمسك باستمرار عمار حمدي مع النادي الأهلي شايف ان هو بيقدر يلعب حتة الباكرايت رغم ان كريم يحي ظهير أيمان النادي الأهلي المعار إلى سموح جدد على بياض مع أمير توفيق من شهرين وانونا تحت أمر النادي الأهلي شوفوا وقت ما تقوله تعالى تعالى خليك في سموح أخليك وهو لاعب المنتخب اللومبي مع كريم العراق هم اللي بلعبوا في الباكرايت فكريم يحيى جدد مع النادي الأهلي مجدد على بياض وسام العقود وكان تواصل مع أمير توفيق قلو له بعد ما حكيت عامد فتحي قالوا شرد الحلق وان شاء الله تبقى معناه السنة الجاية يبقى معها دي بقى لسه الموسم جاية والمبارات هتتلعب وفايلر هيتابع وهيشوف وهكذا ده بالنسبة لكريم يحيى والنادي اللي تحس كتير إذا كان عاوز يشتريه وهو مش محبز أو محبز النادي الأهلي أو سموح فالأهلي حتى الآن لسه ما قلوش تعالى 100% لكن كان قبل كده بلغوا أمير توفيق قالوا تعالى مده عشان عادك خلص وانت بيتلعب حر قالوا حاضرة جمد راح جمضة رغم انه لعب حر كان الاتحاد بيفور كان عاوز هو لعب حر لكن الولد قال انا في النادي الأهلي من هنا عند 6 سنين أسيب النادي الأهلي إزاي أبيع النادي الأهلي إزاي بالفلوس لازم أروح أمده على البلاج فهو أولم دل راح أقعد مع أمير توفيق ونخلصه الله المصرح عيد محمد ده بالنسبة لأسامة جلال الأهل اللان يوني يذهل صفقة في الانتقالات الصيفية الجرية الأهل اللان يوني يذهل صفقة في الانتقالات الصيفية الجرية وأمالهم في بار المحمدي بس سايبينها للكابت المحمود الخطيب يختار هو بتوقيت المناسب للكلام مع المهندس بريم عثمان لكنه مفيش لهفة على انهاء صفقة بير المحمد واللي متفق عليه في لجنة الكورة مع الكابت محمود الخطيب مع امير توفيق مع جهاز الكورة ان اقصى حاجة للصفقة من 15 الى 20 مليون جنيه مفيش الكلام بتاع ربعين مليون الكلام ده الاسماعيل اللي جاله الرقم ده هيبيع اللي بره ان شاء الله ماشي طيب ايه تاني يا انكل ايه تاني ها هاجيلكوا انا في تحركات الكابت محمود الخطيب دلوقت لان هو مش ساكت عاوز اتكلم عن تحركات الكابت محمود الخطيب للدفاع عن حقوق النادى الاهلي الكابت محمود الخطيب منذ فترة ومع استمرار شتائم وتطور رئيس ناتي الزمالك كان يوميا يتقدم ببلغات الى الجهات الرسمية سواء معالي النائب العام او بشكاوي الى مجلس النواب او بشكاوي الى المتحدة اعلام المصريين للحفاظ على حقوقه وحقوق النادى الاهلي ولرفض ما يحدث كابت محمود الخطيب ارسل بالامس مذكرة الى اعلام المصريين يحذر من احتفال قناة نادى الزمالك بنادى القارن لان لقب نادى القارن حصل على النادى الاهلي 20 سنة وهو حق لنادى الاهلي وقال ان ده بيؤجج المشاعر وينشر الفتنة ويثير البغضاء كابتن الخطيب لم يكتفي بارسال المذكرات الرسمية للجهات الرسمية علمت اليوم انه من المبارح بيقوم بمجموعة من الاتصالات مع بعض المسؤولين الكبار في الدولة لوقت فتنة نادى القارن واتصل بجهات عدة ومسؤولين كبار على اعلى مستوى بيقول القادة الاهلي نادى القارن بشهادة الانتحاد الافريقي لقر ادى القارن مسألة تعليق اللافتات والاحتفال التلفزيوني يؤجج المشاعر ويسر الغضب والنهاردة الخبر اللي انتشر ان مجلس الزمالك سيدعو مجلس الاهلي الاختفال بلقب نادى القارن دي مسألة قمة في الكوميديا قمة في الكوميديا قمة في الكوميديا انت دلوقتي خلاص يعني المثال ما بقاش في اي خلاص استعالوا بقى اللقب بالنادى الاهلي مش انت يا خطيب اللي استلامت لقب النادى القارن مع كابتن صالح سليم في جنوب افريقيا في 22 مايو 2000 تعال احتفل بالنادى القارن في الزمان ويقولك لنشط الروح الرياضية وبيلاقوا ناس تقولي الكلام دا وبيلاقوا ناس بتدعم الكلام دا وهذا الامر جبده خطير وهو ما يزهره ويوضحه الكابتن محمود الخطيب للمسؤولين في الدولة المصرية ان ما يحدث يؤثر بشكل صعب على نفوس الجماهير ويؤجد المشاعر بعد 20 سنة واللقب يعمل اقضى الانتحاد الافريق وريح يشتكل في الانتحاد الافريق لكن ما تجيش تحتفل وتأثر علي انا لان دا طبعا بصوا هو ايه ميزة النادى الايلي عن غيره من الاندية واحد العراقة والبطولات والالتزام بالتعاقدات العراقة والبطولات والالتزام بالتعاقدات فييجي مع الرعاه بيحافظ على عقوده فلما يجي راعي بيسوأ منتجه على اساس النادى النادى القارن وليه حاجة تقول لنادى القارن بيؤدي الى خسائر للنادى الاهلي وإلغاء تعاقدات فمن هذا المنطلق يتحرك الكابتن محمود الخطيب ويجب ان تتحرك مؤسسات الدولة المصرية للحفاظ على الروح الرياضية وليس نشر مبدأ كده النسب لا يا عم انا انا نادى القارن وانا احتافل بنادى القارن ويجي واحد تانى ناصح يبقى جابة تايدة يقول لك يا عم غلا شكو زعيين من نادى القارن ده بناها هحتافل بنانا الاخصر فوزا بالبطولات الافريقية تب ايه المناسبة وقولك 9 سبعة وتسعة اكبر من السبع تقول لي يا بيت امامتا في القرعة بتاع الدور الابطال والحاجات دي بيبقى بتبقى انت سبعة وتصنفك اعلى من اللي تسعة يقولك لا 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 ماناش عدق نعزين نشغل الناس ونعرفهم ان انا الاسد الغسور وان انا البطل او الابطال اللي مفيش سيه حد وان انا اللي بجيب الحقوق وان انا الدرع والسيف وقتك تقول لي عم مريني حقوق جبتها ده كذا وكذا مفيه بس يقولك انا عاوز سبعتاشر حمام واثناشر حمام سباحة عشان الناس تتبسوا وتلقى لهم الصرف بكده مفيش صرف اصلا حقا حمات جهزة التركيز ماشي ماشي ماشي